وهذا مو بس مشكلة حزب الدعوة مشكلة كل أحزابنا وأنا على ذلك من الشاهدين وعندي أدلة على ذلك شوف أنا لا أدعي ولكنها حقيقة أتمتع بعلاقات مع كادر متقدم من قيادات حزب الدعوة أعجب أو أعجب يعني أعجب بالطريقة التي يفكرون بها وقراءتهم وتنظيراتهم إلى الواقع لكن يا أخيب ظني أنكم تفكرون صح لكن لا تمتلكون قدرة على الحل وإذا تقول لي أنتم الذين حكمتم كل هذه الفترة ليش ما نجحتوا بس من السولفين حلوين فاهمين منطق اللعبة تدرون بكل شيء على الأرض أنا إذا مركز بالنقطة الأولى التي ذكرتها في بايداية حديثي هي جواب على كلامك نحن ابتلينا بفجوة داخل مجموعاتنا السياسية مجاميعنا السياسية والفجوة وين نحن بالنتيجة حزب الدعوة من الأحزاب نتيجة السياسات نظام صدام حسين تعرضت إلى عملية تجريف خليسميه النخلات البقت عندنا قليلات فلما نأجينا للعراق صار أكو فراغ كبير بين الناس اللي موجودين عندنا جزء من أعضائنا زادا تحدث ما تحدث عن الناس تحدث عن أعضائنا عن حزبنا عن الناس المرتبطين منتمين لنا وبين نفس المشروع اللي نؤمن به وهذا مو بس مشكلة حزب الدعوة مشكلة كل أحزابنا وأنا على ذلك من الشاهدين وعندي أدلة على ذلك هذه خلقت خلقت أن الأدوات التي تم الزجبيها لإدارة المواقع بالحقيقة أساساً اشتغلت كأفراد عاديين مو منتمين لمشاريع وهذا اللي أصاب أحزابنا بانتكاسات شوفوا مهما كان مهما كان من مبررات نعم هناك مبررات تتحدث أن حزب الدعوة هو حكم أو الحزب الشيوعي التي شارك بالسلطة حكم أو الآخرين حكموا وما كان حزب حكم في هذا البلد كل الذين تداول السلطة تداولها بالشراكة واتفقوا ويمكن أنا حديثي وياك مفصل في هذه النقطة أساساً كل الجميع اتفقوا أنه يغيبون مشاريحهم ويقبلون بتمشية الحال لأنه هذا الممكن اللي تدار بالدولة تمشية الحال هذه القصة اللي تجاوب على سؤالك لكن أرجع وأكد على نقطة غياب الدولة نتيجة الاهتمام بالسلطة وأقصد نتيجة الاهتمام بس بالسلطة التركيز عليها والاستزادة منها غابة الدولة كمفهوم يعني الآن إحنا ما عدنا دولة ذوبت الدولة لأنه أنت من مدير قسم إلى وزير الآن تدار من خلال الصفقات السياسية والتنافس السياسي وهذا معنى ذلك غابت الدولة أو ذابت الدولة خلي اسميها ما غابت ذابت الدولة بالتنافس أو بالاستزادة السلطوية اشتركوا في القناة